نعم بالتحديد عن هذه المرحلة كان سؤال المرحلة الثالثة التي لم يتم حتى الآن إعلانها بشكل رسمي ولكن بحسب التحليلات العسكرية وكأننا دخلنا تلك المرحلة ولكن هل هناك من ملامح مختلفة عن المراحل السابقة غير سحب بعض الألوية العسكرية القصف الإسرائيلي مازال مكثفا في مختلف المناطق يعني الفهم الأكاديمي للمراحل العسكرية هو أن لكل مرحلة توقيت وأهداف عندما تنتهي يتم تحقيق هذه الأهداف يتم الانتقال إلى مرحلة أخرى يعني لا ندري فعلا فعلا نحاول البحث عن الفوارق بين ما يأسماها العدو مرحلة أولى أو مرحلة ثانية أو حاليا مرحلة ثالثة لا زال القتال هو نفسه ليس هناك أي أهداف حققت في المرحلة الأولى أو الثانية سوى الدمار وقتل الأطفال وقتل التواقب الطبية وتهديد المستشفيات وكل أنواع الاعتداء على كل القوانين الدولية الإنسانية وحتى قوانين الحرب الآن يعني العدو يتريث يعلن عن مرحلة الثالثة ثم يعني وكأنما يحاول القول أنه لم تبدأ بعد المرحلة الثالثة في الحقيقة الأهداف هي نفسها منذ المرحلة الأولى وطيرة القتال هي نفسها ربما يمكن القول أنه الآن طبعا ربما باليوم أو بالأمس كان هناك سحب لتقريبا 20 أو 25 ألف جندي من شمال القطاع يعني هذا لا يعني أنه هناك مرحلة قد انتهت لأنه طبعا القوات المشتبكة منذ أكثر من ثلاثة أشهر يجب أن تنسحب إلى خلف خطوط القتال لإعادة تنظيمها وربما لاستبدالها أو لإعادة تأهيلها وبالتالي هذا من ضمن العمل العسكري ولكن القول أنه ما يجري الآن في خان يونس مختلف عن ما يجري في وسط غزة أو مجارة في مخيم جباليا طبعا هذا كلام غير معقول ولا يعني يقارب الحقيقة ربما راهنا الإسرائيليون أنه مع اجتداد القصف سيتم التوصل إلى ربما شكل من أشكال وقف إطلاق النار المؤقت على أساسي يعني تثبت إسرائيل ما أسمته سابقا في المنطقة العازلة يمكن ساعة أذن أن تقول أنه المرحلة العازلة هي الهدف المحقق وبالتالي العمليات الجراحية أو النوعية التي تكلمت عنها تكون بعد أن تفك الاشتباك بين وحداتها وبين وحدات المقاومة وبالتالي يمكن القول ساعة أذن أنه هناك مرحلة ثالثة وأن لم يكن هناك أهداف فعلا بارزة قد تحققت ولكن والحال أنه المنطقة العازلة لم تتحقق والاشتباك لذال هو هو والعمليات لا تتصب بالنوعية أعتقد العمليات النوعية هي ما تقوم به المقاومة وليس ما تقوم به إسرائيل وبالتالي نحن لازلت إسرائيل تتخبط في نفس المرحلة مع اختلاف التسميات